وزارة الكهرباء فتح أبوابها أمام الشركات الاستثمارية لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في محافظات بابل وواسط وكربلاء والمثنى والديوانية كمرحلة أولى لافتاً إلى أنها تسعى إلى تشكيل خارطة متكاملة من الشركات التي لديها الخبرة الكبيرة في مجال الكهرباء إن خارطة تطوير منظومة الطاقة الكهربائية لا تختصر على شركة واحدة فقط وإنما على أدى الشركات عالمية ومعروفة ولها خبرة في تنفيذ المشاريع الأملاقة خاصة في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية كذلك شرعت وزارة الكهرباء بفتح أبوابها أمام الشركات الاستثمارية لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية بسعة إجمالية قدرها 755 ميجا واط كمرحلة أولى سيتم تنفيذ تلك المشاريع في محافظات بابل وواسط كربلاء المقدسة مثنى والديوانية